حذرت وزارة الموارد المائية العراقية من نوايا تركيا لإنشاد سد جديد على نهر دجلة سيكون أخطر على العراق من سد أليسو وضحة أن سد الجزرة على نهر دجلة هو إروائي عكس أليسو المخصص للطاقة الكهربائية وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات كاظم سهر أن الطبيعة الإروائية لسد الجزرة تشكل خطرا لأنه سيحتجز حصة العراق القليلة من المياه إذا تم تنفيذه دون الاتفاق بين الجانبين التركي والعراقية في السياق نبه الخبير المائي عد المختار من احتمالات انهيار ثروتي الجاموس والأسماك في العراق نتيجة بدء ملء سد أليسو التركية وضحة أن نقص الإرادات المائية سيرفع مستوى الملوحة لتزداد معه الهلاكات في هذا القطاع الحيوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر